السلام عليكم مرحبا بيكون في قناة دي دوصمدي هاد النهار ان شاء الله قدي نقدم واحد الموضوع لمهم مهم بزاف وهو كيفاش نشريو ارنب بدينا احنا عدا باديين بغينا نشريو واحد يعني كمبتدئ وبغيت نشري واحد الارنب يعني بغيت نشري بدا المشروع ديالي اش غادي ندير يعني بالنسبة الارنب تقلاب ديالهم يعني كيفاش نشريهم من السوق يعني وش نشري الاناث وش نشري الدكور يعني اش غادي ندير هاد القادية هدي شحل من ليكمونتير سوولوني عليها وبغيت نشاركها معكم هاد منها اذا اول sır عليها��ف اتجار 조ات السوق ان شاء الله جدي تحاولوا انكم ا ا كما يمشيون مثل لجوج دكور أو 3 و معه نتوات إلا أن تشريوا غير ذكر واحد و معه نتوات ذك الشيء على حسب الاستيطاءات منكم و ثلاثة نتوات والجوج المهم ذك الشيء تشريوا لا تعلم القديم والأننيب هو كبارين يعني راحهم فيتين والدين إلا تشريهم في العمر 3 عام هذا الشيء يجب أن تسوّلوا البائع وهد البائع سمو خصكم ديرولو خصكم ديرولو حد نوع من استجواب يعني هي عبارة عن اسئلة ولكن في الحقيقة رها استجواب بها باش كتعرفو هد الالانيب كيفاش يعني كيفاش ممكن انكم التعاملوا معها اذا اول حاجة مني غديت مشو تسمو له البائع سمو غديت تقولولو نوع من الاسئلة قيم السؤال الول وهو يعني السؤال ديال البائع واش كيدير الدواء يعني واش راح مداويهم ولمامداويهمش لكن قال لكم مداويهم وتقصو فيه يعني من الاحسن انكم تخدم عندو التواريخ ديال اي حاجة فوقاش الدوات يعني فوقاش دار ليبرا ديال ليموراجي فوقاش دار يعني جميع الادوية اللي عندو تحاولو تسولوه على التواريخ دياله كان قادية اخرى يعني ممكن انكم تسولوه على الظروف اللي هو كيربي فيها الالانيب يعني واش كيربي عندو التربية في الارضية كيربي في الارض ولا في الاقفاص وممكن انكم عوتاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الالانيب يعني علاش كيبيع واش غي كيسمنو كيبيع واش ديرهم التربية واش يعني تسولوه على هالقضية هالي يعني ه يعني هادو هم الاسئلة اللي ممكن انكم تسولوه منين تسولوه الدفع ديال ادور ديالكم يعني من نجو تبغيوا تشوفوا يعني اختيار ديال الانانيب خسكم أخيه عندو الانانيب دياولو خسكم تسولو بعدها أولا هو شاك الانانيب دياولو ولا غيك يشري و كيبيع يعني وش هو مربهم ولا غيك يشري و كيبيع إذن أول حاجة وهو يجي الدور ديالكم تومه مثلا هو عنده بزاف ديال السلالات ننجو تختاروا السلالة ماشي تختاروا سلالة بحل نقوله هو مدخل شانشيلا مدخل بابيون هيوزيلاندي المكحل بزاف ديال السلالات مخلطهم سمونتو ما غاديت تاخدو حاولوا انكم الشانشيلا خدوها الشانشيلا رام عروفة او سولوا هو في نية الشانشيلا وخدوها في الاينات اما بالنسبة للذكور خدو بابيون بحال هذا الشكل هذا بابيون حاولوا انكم تجيبوا البابيون يعني خدو من عنده البابيون هادشي بالنسبة للاختيار ديال السلالات دابا نجيبو نشوفو المسئل المسئلة ديال يعني انتو ما كيفاش غاديتقلبوا يعني انتو ما سولتوا بعض الاسئلة دابا كيفاش غاديتقلبوا انتوما اول حاجة وهي السيلان ديال الانف ما خصوش يكون في السيلان ديال الانف ثاني حاجة ما يكونش ودنيه طايحين دابا انتو ما تقلب ديالكم انتو معاود السيلان ديال الالف ما يكون السيلان وما يكونش الادنين دياله طايحين وخاغي ادن واحدة تكون طايحة لا خصو ما يكونوا ودنيه واقفين بجوج لا بنسبة الدكار لا بنسبة الانتو هذا الشيء اللي كنقول لكم خصو يكون مكسي كامل بالشعر ما يكونش فيه شي شي واحدة جيهة ما مكسيش منها بأمالي يعني حاولوا انكم تقلبوه بأكمالي الانف دياله للرجلين اي حاجة يكون مكسي بالشعر تشوفو كين فيه شفارة غات اعرفو بديرها هذا كراها مريض كين قادية ديال خصو يكون شديد الحيوية والناشط يكون كي تركل يعني من انتهزوه المسكة دياله راني درتها في واحد الفيديو قبل اني تتهزوه من ظهر دياله من جيت العنقرة دياله وتهزوه تلقاو كيلتخ عارفو هذا كراها شديد الحيوية ولكن ما يكون شارس خصو يكون حيوي وبزاف كيتركل ولا يكونش كي كعكي عد وشارس يعني خصو يكون مهكا مهكا القادية ديالعيني خصو يكونوا واضحين وكيبرقوا يعني ما يكونوش دابلين يكونو صافيين وكيبرقوا لا معين قادية ديالجسم دياله قلبوه دوزو على الجسم دياله ميكونش فيه شينوع من الحب ميخصو يكون ميكونش فيه شينوع من الحبوه خاين قادية ديالشعر دياله ميكونش واقف بصد شعر دياله يكون ناعز يكون ناعم هنتما كما تشوفوه هنا هي الشعر ناعم جميع الأرنب اللي عندي تبارك الله خاص يكون الشعر ناعم منك يكون الأرنب المريض يكون بحل الشعر دياله بشوك بحل يطالع كين قادية ما يكونش مع الضم ما يكونش مع الضم ويكون هازيل لا يكون شوية وافي ما يكونش بين في ذاك السلسول دياله يعني السلسول دياله في الضهر دياله يكون باين يعني العدومة باينين لا كين قادية أوتني ما يكون سمين بزاك يعني ماشي بالنسبة لا 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 يعني اللاج دياله العمر دياله إلا كان صغير ما يكونش يعني مكركب بالشحمة حص يكون ما بينوا بينا أنتم ممكن ما تشوفوا هاد الأنثى هاي بحل طويلة وماشي حامرة بزاك يعني ماشي سمينة بزاك لان بها دياله شوية سمينة لا مخصش تكون حلاكة تكون حالها تشكل هكا هاي 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 هوا إذا خص تكون في الحقيقة ما بين و بين قادية واحدة أخرى خصوا ما يكونش منتفخ البطن يعني ما يكونش عنده انتفاخ لأن الانتفاخ يكون اقربين يموتوا يجب أن يدير المربك يحيدهم عليه يصبح هناك انتفاخ في البطن سيبدو يموته يحيدهم عليه إن البطن دياله تكون في شوشة إنه بقعة صغيرة وليس يحمل هذا سيكون انتفاخ ديال البطن انتفاخ ديال البطن يكونوا متأكدين يغيطيه الألانب سيقوم يموته لكم إذن البطن دياله ما يكونش منتفخ قضية واحدة أخرى ما يكونش فيه الإسهال يعني من تشوفوا أنتم الجهاز التناسول دياله ما يكونش فيه واحد الكحولة إذا كان فيه كحولة رأي ذاك رأي إسهال يعني الوسخ دياله ماشي كين نزل كريكبات لا كين كحولة يعني رأي كين إسهال لا قدر الله غادي ديو غادي يموت كين قادية ديال الذكر قصو يكون قوي البنية دياله تكون قوية ويكون دبعا نبقال في النزومة بين الذكر والأنثة الذكر يكون قوي ويكون واقف يعني الأنثة تكون مجموعة واحد شوية لكن الذكر يكون يعني كيبغي يبين الفحولة دياله بالنسبة للذكر منين تبغيوا تقلبوا الذكر خص يكون الخصيات دياله قد قد ما يكونش خصية كبيرة وخص خصية كبيرة مهمة ومهمة بزاف ثاني حاجة ما يكونش فرك يعني منين يوقف ما يكونش رجلي مفالتين خص يكونوا متوازين مع الأرجل الأمامية احنا كنقوله فرك ما يكونش فرك كين قادية وتاني دياله الأنثة وده بعد شي بالنسبة للذكر أما الأنثة حاولوا أنها كن تهزوها وتحسبو لها عدد الحلامات خصية تكون فيها قتل من ثمانية ما تكونش قلل من ثمانية إلا كانت ستاة ولا أربعة عرفوا أن هذه الأنثة وخات تولد ما الصغار دياله ما تهتمش بهم لأنه غاد يكون مشكل ديال تفاوت ديال ما بين عدد الصغار والحلامات ما غاد يش تقدر أنها تردع للصغار دياله إذا حاولوا إلا ما فهمتوا شي حاجة من هاد الفيديو عاودوه وعاودوه أراه معلومات مهمة وخصوصا الاستجواب اللو اللي تقدروا تديروه لهذاك البائع حاولوا أنكم تعطيوك بعض الأسئلة الذكية يعني هو إلا كان بالصح مزيان غاد يتوقعوا في في واحد الحيرة غادي يقول هاد الناس هاد الاسئلة اللي كي تسولوهم رهم أدكيائي يعني غادي تتامان غادي يكون أرخيص لأنه غادي يقول أنتما راكم كتتعاملتم معه كمحترفين ماشي مبتدئين مبتدئين غادي 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 يغشك غادي شوفوك عد بادي غادي 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 غشك مية في المية إلا فيديو كان نظن أني تكلمت على جميع النقاط اللي ممكن أنكم تشريوا بها الآن نبدي لكم إلا عجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس لماذا لا تشاركوش معنا تكيوا على زر جام باش يوصلكم الجديد ديالي عفوا باش تساندوني وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة الحلقين أحد التجريكي شكرا شكرا شكرا